الدرس الرابع بعنوان انتشار اللغة العربية في بلاد السند والملتان لعبد الله الطرازي إن انتشار اللغة في مختلف الأقطار ولد مختلف الأمم وتغلبها على لغات عديدة وتأثيرها في لغات كثيرة إنما هو حدث من الأحداث العظيمة في تاريخ اللغات في العالم وإن السر القوة في اللغة العربية يرجع إلى أنها لغة القرآن الكريم والتغلب والتأثير والانتشار هي في الحقيقة قوة إلهية وضعها الله تعالى في اللغة العربية المباركة ويرجع الفضل أيضاً في انتشارها بين الشعوب المختلفة إلى المعاملة الحسنة مع شعوب البلاد المفتوحة أيام الفتوحات الإسلامية وقد كانت أعمالهم مطابقة لتعليم الإسلام وهناك عوامل أخرى تعود إلى خصائص اللغة العربية التي ما دخلت بيئة من البيئات إلا اشتذبت إليها اهتمام الناس وخاصة المهبين منهم فكانوا يقبلون على تعلمها فلا تكاد تنامس شغاف قلوبهم حتى يعلنوا إيمانهم بعظمة هذه اللغة إن اللغة العربية بحلاوتها ومرونتها وبكثرة اتساعها في شرح العلوم وتفسيرها وبجمالها المتمثل في إعرابها وتعبيرها وإعجازها وإجازها ومترادفاتها وأمثالها وكثرة معانيها اشتذبت إليها جماعة من العلماء الذين عكفوا على أسرارها يدرسونها بشوق وصبر ونهم وما زالوا حتى ملكوا عنانها كأبر أبناء لها واتخذوها أداء طيعة للتعبير عن أرائهم وأفكارهم وفي العصر الأموي كانت اللغة العربية في بلاد السندي والمولتان تتوقف على الطبقة العالية من الأعيان من أهل البلاد المثقفين والمتعلمين والموظفين والتجار والصناع وغيرهم ولكن لم يكن جميع الشعب على معرفة باللغة العربية وفي العصر العباسي انتظمت الأمور الإدارية للدورة العربية وبعد أن أقام العرب مدنا جديدة ومساجد ومدارس كثيرة وزاد عدد العلماء العرب ومعهم من علماء السند العارفين للغة العربية وازداد انتشار اللغة العربية بسبب اهتمام أهل السند والملتان بها ولسيما بعد دخول الكثيرين منهم في الإسلام لقد أشار بعض العلماء إلى المكانة التي وصلت إليها اللغة العربية والدرجة التي تسنمتها في تلك البلدان فذكر المسعودي المؤرخ الكبير الذي زار بلاد السند سنة 303 للهجرة أنه يوجد كثير من العلماء العرب الأكابر والقضاط والخطباء الذين يبذلون الجهود لخدمة اللغة العربية ونشرها ويشير إلى أن عامة الناس في هذه البلاد يقدسون اللغة العربية ويذكر ابن حوقل الرحالة المعروف الذي زار بلاد السند والملتان السنة 340 للهجرة أن اللغة العربية حتى منتصف القرن الرابع الهجري لا تزان مستعملة في الدوائر الحكومية ودور القضاء وفي دور التعليم وفي الأسواق التجارية كما كانت هي اللغة المفضلة عند الخواص وأما العوام فكانوا يتكلمون باللغة السندية واللغات المحلية الأخرى في حياتهم العامة وظلت اللغة العربية في بلاد السند حتى القرن الخامس الهجري لغة رسمية مستعملة في الدووين وعلى الرغم من أن الغزناويين الذين حكموا بلاد السند والملتان بعد العرب روجوا للغة الفارسية في تلك البلاد لأن الفارسية كانت لغة الدولة الغزنوية وصارت بذلك الفارسية منذ ذلك العهد لغة الثقافة والتعليم لقرون عديدة في بلاد السند والملتان وأجزاء من بلاد الهند إلا أن اللغة العربية لم تفقد أهميتها العلمية والروحية التي لا تزال باقية في تلك البلاد بين المسلمين إلى يومنا هذا وقد استمرت اللغة العربية مع العلماء وكثير من المثقفين الكبار وكثير من المثقفين الكبار الذين ألفوا مئات الكتب القيمة في العلوم المختلفة إيمانا منهم لقدرة هذه اللغة وعظمتها عند المسلمين المعجم اللغوي تسنم ذروة المجد تعني ارتقاها وعلىها المناقشة السؤال الأول هناك عوامل سعادت على انتشار اللغة العربية بالإضافة إلى أنها لغة القرآن الكريم أذكر ما تعرف من هذه العوامل السؤال الثاني كيف أسهمت الدولة العباسية في نشر اللغة العربية في البلاد المفتوحة وعلى ما يدل هذا الإسهام السؤال الثالث أشار بعض العلماء إلى مكانة اللغة العربية في البلاد المفتوحة لخص رأي أولئك العلماء مبينا دور القضاء والوجهاء في إرساء دعائم اللغة العربية فيها السؤال الرابح بقيت اللغة العربية صميدة أمام تيارات الغزو الأجنبي فما الذي أتاح لها هذا الصمود؟ وما الدليل على هذا؟ السؤال الخامس ما معنى ملك عنانها؟ وما مقابل طيعة؟ الإنشاء أكتب مقالة عن انتشار اللغة العربية في بلاد الأعاجم ومنها السندي والمولتان ترجمة نانسي قنقر